تستهدف قوات الاحتلال الاسرائيلي مواقع تراث العالمية في الأراضي الفلسطينية مما أثار غضب المنظمات الدولية والأممية حيث اعتمدت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربيا والعلوم والثقافة يونسكو اعتمدت عدة قرارات متعلقة بالحفاظ على المواقع الفلسطينية المسجلة على قائمة التراث العالمي وحمايتها يأتي ذلك فيما رحبت مصر وعدد من الدول بتلك القرارات مؤكدة رفضها إجراءات الاحتلال لتغيير طابع القدس الشرقية حدث أممي يوثق للمرة الأولى جريمة مكتملة الأركان لا تكتفي بسرقة الأرض وما عليها بل تحاول طمس تاريخها وهدم آثارها التي تثبت حق أصحاب الأرض فيها إنه قرار منظمة اليونسكو بالحفاظ على المواقع الفلسطينية المسجلة على قائمة التراث العالمي تحت الخطر وحمايتها بالإجماع وإثباتها لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق التاريخ الإنساني وهي جرائم لم يفعلها أي محتل على مر التاريخ تشمل هذه القرارات البلدة القديمة للقدس وأسوارها والبلدة القديمة في مدينة الخليل وموقع فلسطين أرض الزيتون والعنب والمشهد الثقافية للمدرجات الزراعية جنوب القدس قرارات اليونسكو جاءت بعد أن قامت بإجراء تقييم أولي للأضرار التي لحقت بالممتلكات الثقافية من خلال المراقبة عن بعد استنادا إلى صور الأقمار الصناعية والتحليل حيث إن إجراء تقييمات على الأرض أمر مستحيل في الوضع الحالي لتتحقق اليونسكو حتى الشهر الجاري من الأضرار التي لحقت بخمسين موقعا منذ السابع من أكتوبر الماضي وهي أحد عشر موقعا دينيا وثمانية وعشرون مبنى ذا أهمية تاريخية أو فنية ومستودعان للممتلكات الثقافية المنقولة وأربع آثار ومتحف واحد وأربعة مواقع أثرية وقد حاولت قوات الاحتلال على مدار عقود تمسى الهوية الفلسطينية من خلال محاولاتها المستمرة لعرقلة أعمال الترميم والصيانة ومسادرة الأراضي ومشاريع البناء والحفريات الأثرية غير الشرعية حول وتحت الحرم الشريف ومشروع تطوير الساحة البراق الحائط الغربي للحرم القدسي الشريف ومشروع القطار الهوائي والاستيلاء على الممتلكات الكنسية إلى جانب الممارسات التي يقوم بها المستوطنون من إزالة أشجار الزيتون ومنع استصلاحها ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم قرار اليونسكو لم ينس التنديد بتعديات الاحتلال من بينها مشروع بناء المصعد الكهربائي في الحرم الإبراهيمي الشريف لما له من أثر يمس قيم الموقع وسلامته وأصالته بل طلبت من سلطات الاحتلال إنهاء هذه الانتهاكات أيضا ندد القرار بمشروعات بناء نفق وطريق التفافي وتجريف أراضي وتثبيت بؤر استطانية إسرائيلية وتوسيعها داخل مناطق هي على قائمة التراث العالمي قرارات اليونسكو تلك واعتمادها لم تخرج إلا بعد جهود مضنية فلسطينية وعربية وعلى رأسها مصر ودبلوماسية قوية شقت الصخرة لتمنع مثل تلك الانتهاكات ليستفيق العالم أخيرا وينتبه على فتح المخططات الاستعمالية للاحتلال الإسرائيلي وعدم تشجيع الأوهام التي تديرها حكومة الاحتلال بشأن تقويض حقوق الفلسطينيين